ينضم إلينا مباشرة من أربيل المحلل السياسي علي بشار أغوان سيد أغوان مرحبا بك إلى نشرتنا اليوم كيف تقرأ خطوة تأجيل من الفختي الرئيس الحكومة العراقية المقبلة بعد أنباء عن اقتراب حسبه مساء يوم الاثنين تم تأجيله بسبب سفر الرئيس صالح إلى دافوس في سويسرا تفضل شكرا جزيلا أستاذ معا حقيقة السؤال الأعمق الذي يجب أن يطرح الآن هو هل أن المشكلة العراقية تكمن في اختيار رئيس وزراء أم تكمن في نظام سياسي يبدو أنه وصل إلى المرحلة الختامية من عمله هذا النظام تم تكبيله من خلال كيانات موازية اقتصادية وأمنية وعسكرية وكيانات أخرى دولة عميقة جعلت من هذا النظام لا يستطيع على إنتاج حالة عراقية لا يستطيع على إنتاج وظائف الدولة الطبيعية بالتالي أنا حسب اعتقادي بأن عملية اختيار رئيس الوزراء القادم تحتاج إلى إنجاز مجموعة من المهمات أهمها هل يستطيع هذا الرئيس من إبعاد الكيانات الموازية المسلحة والأمنية التي تعمل ككيانات رديفة داخل جسد الدولة العراقية هذا بالدرجة الأساس هل يستطيع رئيس الوزراء القادم بأن ينتج حالة اقتصادية يستطيع من خلالها الشعب العراقي أن يفعل عملية التنمية وتفعيل عمليات الاستثمار الخاص وما إلى ذلك من تفاصيل هذه الإجراءات إن استطاع رئيس الوزراء القادم وأنا أشك بذلك لأن الكيانات الموازية الموجودة المسلحة بالتحديد لا تسمح المساس بمصالحها في هذه اللحظة طيب ما الحل إستاذ أغوان ما الحل إذا تم اختيار رئيس الوزراء ولم يستطع مواجهة الميليشيات وسطوتها على خصوصا وأيضا تأثيرات الدول الأخرى المجاورة إيران على سبيل المثال كيف يمكن حل هذا الموضوع يعني أنا حسب اعتقادي بأن الحل يكمن في مسارين رئيسيين مسار ناعم إن صح التعبير وانتقال سياسي ناعم يكون عبر إعداد انتخابات مبكرة للبلاد مع وجود ضمانات حقيقية لنزاة هذه الانتخابات حتى يتم إفراز طبقة سياسية تستحق أن تكون في السلطة هذا إن كان هناك عقلانية لما تبقى من الكتل السياسية التي تنافس اليوم للنظام السياسي والتي لديها جمهور يمكن أن يعيد جزء منها إلى السلطة المسار الثاني الذي قد تختاره هذه الكيانات الموازية للأسف الشديد هو مسار الاقتتال والفوضى للمحافظة على المكتسبات ومثل ما ذكرت حضرتك بأن النظام الحالي مكبل بمجموعة كبيرة من الفصائل التي لا تسمح بعملية التغيير الناعم بأن تحدث بالتالي هذه الفصائل مرتبطة ارتباطات وثيقة بالدولة الإيرانية وبالنظام الإيراني بالتالي نعود إلى الوراء خطوة ونتحدث عن أن تراجع إمكانية الفعل الإيراني داخل العراق يعني تراجع القرار الاستراتيجي الإيراني في الشرق الأوسط ومناطق عديدة أخرى بالتالي المشكلة أعقد من عملية إذا نحن نعود إذا أردنا أن نتحدث عن المشكلة فالمشكلة هي في إيران وليس في العراق أليس كذلك؟ يعني إيران جزء من المشكلة بكل تأكيد والولايات المتحدة كذلك جزء من المشكلة يعني الصراع الموجود إقليميا على أرض العراق من خلال الولايات المتحدة وإيران هو سبب رئيسي للانسدادات السياسية الموجودة بالإضافة للأسباب السياسية الداخلية حتى لا أعزي السبب إلى أنه يكون خارجي اليوم بصراحة أتحدث اليوم الولايات المتحدة عاجزة عن فعل أي شيء داخل العراق على المستوى السياسي وهذا ما حدث عام 2018 من خلال النفوذ الإيراني الكبير الذي حسم منصب الرئاسات الثلاث بشكل واضح وصريح بالإضافة لحسم الكثير من المناصب من خلال مجامع سياسية كانت قبل ذلك مجامع مسلحة تمكنت من ترسيخ أركان النظام السياسي لديها بالتالي هذه المجامع تحتاج لعملية إزاحة سلمية صح التعبير من الداخل العراقي لكن أنا لا أعتقد بأنها سترضى بالإزاحة السلمية وستختار عملية الاقتتال المباشر ربما للحفاظ على مصالحها وللحفاظ على نفوذها داخل النظام السياسي العراقي لهذا للأسف الشديد نحن قد نكون أمام انسداد كبير يؤدي بنا إلى الفوضى في قادم الأسابيع والأشهر القادمة إن لم يتم احتواء ذلك من قبل العقلاء سواء كانت المرجعية أو الأطراف الأخرى هل الحديث عن الاستعانة بقرار أممي ربما هل هو مبكر؟ هل هذا الحديث مبكر؟ كانت هناك دعوات من المتظاهرين بتدخل الأمم والدولة لحل المشكلة هل تعتقد أنه هذا الحديث عنه مبكرا؟ يعني الحديث خلينا أتحدث لك بصراحة عن القرار الأممي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون الإسلامي وما لذلك منظمات أممية يمكن أن تتدخل في العراق كلها بالدرجة الأساس تبحث عن منفعة داخل العراق ولا تستطيع أن تفرض أراداتها بالتالي على الكتل السياسية اليوم هذه الأطراف ليس لديها نفوذ وليس لديها إمكانية لمحاصرة مثلا الكتل تعمل على تدمير الحالة الصحية السياسية في العراق بالتالي تكون عاجزة واليوم التصريحات الأممية نشهدها تتمحوا حول الشجب والاستنكار وما لذلك من تفاصيل نعم نربيل المحلل السياسي علي بشار أغوان شكرا جزيلا لك سيدي شاهدين نشرتنا وزلك سيدي شكرا جزيلا